بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في الحديث الحسن ونكمل في معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح ظاهر هذه العبارة مشكل لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما أجاب العلماء عن مقصود الترمذي بقوله حديث حسن صحيح بأجوبة متعددة أحسن هذه الأجوبة ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه الصيوطي وملخصه ما يلي قالوا إن كان للحديث إسنادان فأكثر إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر أما إن كان للحديث إسناد واحد فالمعنى أنه حسن عند قوم من المحدثين وصحيح عند قوم آخرين فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما نتكلم الآن أيضا عن مسألة أخرى وهي مسألة تقسيم البغوي أحاديث المصابيح البغوي له كتاب اسمه مصابيح السنة ودرج في كتابه هذا على اصطلاح خاص له وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح وإلى الأحاديث جميع الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن وهو إصطلاح لا يستقيم مع الإصطلاح العام لدى المحدثين لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في كتاب البغوي المصابيح أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن من الكتب التي هي من مضنات الحسن أي الكتب التي هي موضع وجود الحسن نقول لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفرد الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن فمن أشهر هذه الكتب جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي فهو أصل في معرفة الحسن والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخ سنن الترمذي تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة من مضنات الحسن أيضا سنن أبي داود فقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود من مضان الحسن كذلك سنن الدار قطني فقد نص الدار قطني على كثير منه في هذا الكتاب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم